وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة موضوع وفاة اللاعب المرحوم أحمد رفعت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون كما وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين الجهات المعنية لحكمة الإجراءات الخاصة بصفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساوى في التعامل مع دوي الشأن يأتي ذلك في إطار متابعة الرئيس السيسي المستمرة للموضوعات المطارة أمام الرأي العام واهتمامه بالوقوف على المعلومات الخاصة بها لضمان تحقيق الشفافية والعدل